الكيان الإسرائيلي يتدخل لدى الفريقين وزير خارجية وزير خارجية نيثنياهو هذا الحكومة المتطرفة تصل بالبرهان أي الحكومة تصلت بالبرهان قائد الجيش وقائد المصاد رئيس المصاد تصل بحميتي لماذا؟ لأن الحقيقة كلا الشخصين حميتي والبرهان كلاهما لديه علاقات واسعة مع إسرائيل وكلاهما يعتمد على الكيان الإسرائيلي لرضاء الغرب عليها وكلاهما اعتمد على الكيان الإسرائيلي لكي لا يكونوا موجودين في قوائم مجرمي الحرب فكلاهما مارس وقاتل ونهب واختصب في دارفور وكل واحد منهم يحمل جرائم عداد هائلة من الناس وكانت عندهم علاقات مع الكيان الإسرائيلي حتى قبل الانقلاب على البشير والمصاد ساعدتهم في الانقلاب على البشير ووريت لهم الخطة هي والإمارات طبعا بموافقة أمريكية هذا الكلام كان آنذاك في وقت راننا نتكلمه في وقت ترامب واستمرت العلاقات كما هي إذن تتدخل كيان الإسرائيلي من أجل على أساسهما أنه من أجل وقف الحرب واقتتال السودانيين والشعب السوداني طبعا ما عندهش علاقة بالشعب السوداني والدليل لو كان الكلام صحيح لا يقتلونهم الشعب الفلسطيني ومنذ أكثر من سبعين عام وهم يقتلون الفلسطينيين لكن لأن الكيان الإسرائيلي لديه نفوذ داخل السودان ومن بين استراتيجياته بالرغم أن السيسي من أحد عملاء عميل كبير اليوم للكيان الإسرائيلي إلا أن الإسرائيليين يفكروا على المدى البعيد أن مصر هي الخطر دائما يعتبروا أن مصر هي الخطر عليهم في المستقبل وأنه إذا تغير نظام الحكم مثل عندما طح مبارك مثلا شعروا بخطر شديد إذا تغير نظام السيسي لأي سبب من الأسباب تبقى دائما مصر هي الخطر عليهم هذه في منظورهم الاستراتيجي فيريدون تواجد في السودان أي في ظهر أو في خلف أو في الحديقة الخلفية لمصر هذه من جهة من جهة أخرى السودان فيها أراضي زراعية هائلة وبالتالي قضية الاستثمارات فيها مهمة جدا أمر الثالث السودان تطلع على جزء رئيسي من البحر الأحمر والبحر الأحمر هو بحر استراتيجي أيضا بحر بالغ الأهمية وتمر عليه أيضا تجارة عالمية كبيرة جدا فهذا بالنسبة إليهم ولأسباب أخرى تعمق في إفريقيا إضعاف خصومه لأن الفلسطينيين وحد الوقت كانوا عندهم تواجد في السودان الأتراك كانت عندهم حتى قاعدة عسكرية في السودان فبالنسبة إليهم السودان استراتيجي هذا القتال هو قتال بين تابعين لهم بين عميليين لهم هما يقولوا حليفين خلنا نسموهم حليفين لهم فمنزعجة الكهين الإسرائيلي منزعج جدا من هذا الاختتال لذلك خرج ما يسمى بوزير خارجي يترمو قال إن هذا يخيفنا لأنه قد يعيد المتطرفين الإسلاميين إلى الساحة وكان شنغريحة سمعوه يعني هذا الوزير الخارجي الصهيوني قالها قبل يومين اليوم قالها عندنا نحن شنغريحة مش عارف يجيهم نفس الخطاب أو نفس الشيطان أو نفس التليفون لا أدري هذا فيما يتعلق بالكهين الإسرائيلي اللي راه يقول باللي راه يجتهد باش تقف هذه الحرب بين الحليفين أو الصديقين لإسرائيل